زميل محمد بالي مسايا الخير يا فندم مسايا الخير يا كابتن احمد ومسايا الخير ببرنامج حضرتك ومسايا الخير بسلام مشاهدين محمد يعني انت كنت قريب مما يحدث ايه لي كان بيحصل لو انت كنت بتشوف يعني للأسف نادي غازل المحلة يعني باللغة البرجة عندنا كده تحت سطوط يعني انا اسف في التعبير تحت سطوط نصابين عملات تحت الترابيزة ايه اللي هم من ده التهير ايه اللي انت عرفته يا محمد اللي انا عرفته ان انا كنت شغال في احدى البرامج بدون مقابل لم اتقاضى اي اجر ولا كنت باخد اي شلم مستعد بواجه اي زنى ادم يثبت علي ان انا خدت شلم من حد نعم كان المفروض اه حضرتك كنت تبتيجي كان فيه كاميرات طبعا حضرتك بتتبعك احنا بنغطي على طول الدوري للقسم الاول والتاني وكله طبعا هل حضرتك ما بتحسبش الناس اللي شغالين معك لا لازم يطلع ياخد فلوسه وياخد مستحقاته وياخد اه اه تمن واجبته يعني كل حاجة داتكم موجودة يعني بتأكيد يعني لا ده النادي اللي كان بيعمل الكلام ده مع المصورين ومع المرسلين ومع كل حد كان بيجي تبع هذا البرنامج باستثناء انا لان انا ما كنتش برضه اه ادخل بقي اي لمة من نادي غز النحل يعني النادي اه هو اللي بيدي فلوس للمصور وفلوس للناس اللي موجودة اه مقابل من خلال من خلال السيد خير الله اه لعبداللطيف الدماني ومن عبداللطيف الدماني للمصور اه اللي بيجي من القاهرة اه المطش بيقف بربعمائة جنيه اه يا بلاش والله يديلوا ربعمائة جنيه عشان ييجي طب ما احنا كان بيطلع مصورنا ومرسلنا بيروحوا معززين مكرمين هناك وبيروحوا ممنوع ان حد يقرب منهم ممنوع حد حتى يديلوا كوباية مية معاه كل حاجته سواء وجبته سواء بدل انتقاله او مواصلاته او بياخد المقابل بتاع انه بيقدي عمل ويمحم يا خبتين احمد انا بيقولك بيصبط على الجهة احطل ازبان اه انا كنت يعني في حيطة انا ما كنتش بتاعات ما ما كنتش لسه مستوعيدة امه هالسة كانت اول مرة بالنسبايhe فما كنتش مستوعيد فعادي فلما فهمت لما فهمت ايه اللي بيحصل اه رفضت فرفضت ما نكلفت فهمت تليه بقا يعني طلبوا منك شغلوا معين تعمله يا محمد ايه طلبوا منك شغلوا معين تعملوا انا فهمت انا فهمت انا erste اللي حواليه اللي بيحصل. اه. يمكن ان الناس دي. اه. عبدالوطيف الزماني بياخد من السيد خير الله. اه. والسيد خير الله. اه. اللي هو مسؤول عن غزل المحل. اه. انا ما حبيتش ان انا حط نفسي في موقف زي ده. نا. زي ما انا من الاول رفضت اي وجدة تتاكد من نبي غزل المحل. نا. حتى احد المصورين زملائي قال لي لا قلت له بنفس النفذ كده قلت له معلش شي. اه. مش انا ما بقى من المحلة ويبقى حد حط تقيله بقية. اه. عشان يوم ما هتكلم هتكلم اقول كل اللي عنه. نا. وبصراحة. اه. لكنه. واستعد ده واجه اي حد. ما انت بتواجه على الناس انت على هوا بتقول للناس كلها هو انه فلوس بتتدافئ على المصورين. وانت رفضت ان انت. فلوس للمصورين. اه. فلوس اجار الكاميرا من النادي. اللي هو المفروض ده عملك اصلا. لا 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 كمان. يعني المفروض ده عملك يعني انا اشغال مع الكابتن احمد. المفروض الكابتن احمد اللي بيقضابني لا. الكابتن احمد مبيقضابيش. اه. الكابتن احمد اللي ببعاته مثلي هو اللي بيقضابي. كمان. اه. 2001. سيد خير الله بيندي الفلوس لل دماني والدماني بيسليها ل Rio من الدماني. كان بيجي كان بيجي المصور يعني المصور كان كل مرة بيتغير. المصور ما يعرفش مين عبداللطيف الدماني. اه. طبعا يزم يسألني. لازم اروح لعبداللطيف الدماني. اه. لازم اروح لعبداللطيف الدماني. اه. لحظ ما مرت هند. اه. فمرة عرفت. مرة. اه. كنت انا حلقة واصل ما بين المصور وما بين عبداللطيف الدماني. اه. طبعا من غير وصولات بتتمدي ولا حاجة ولا كلام فارغ. لا 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 لا. هي هي ماشية ازاها كابتن احمد يعني مسلا ايه بيحط ايده في جيبه فبيلقي 200-300 اه اه ده المراضي اه ويتقى مسلا من المرة الجاية يبقى ايه ربعمية اه يعني لما نيجي منحسف في الاخر بتقف المباراة بربعمية جنيه وعدد كبير من المباريات يا محم المباراة اللي داخل استاد غازب المحلة بس مم ده كارج استاد غازب المحلة اه ما منماش فيه اه مش تبعهم ما يروحاش لانه مش هيدفعه اه لكنه داخل استاد غازل المحل داخل استاد غازل المحل وكلمني بعض اللاعبين كانوا عايزين يوصلوا للستيد خير الله اه وانا رفض اللاعبين من خارج غازل المحل كانوا عايزين يدخلوا غازل المحلة في يناير اه وانا رفض شكرا محمد اشكرك شكرا جزيلا واشكر شجاعتك وصراحتك وده امر يحسب ليك لسه هنكمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة